اشتركوا في القناة لانتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا برسم دورة نيو عام 2019 امتحانات يواكبها دائما نقاش حول المستوى التعليمي لتلاميذ الباكالوريا ودور التوجيه في هذه المرحلة المصيرية التي يتحدد خلالها مصير الألف كما تجرى هذه الامتحانات ككل سنة في ظل نقاش حامل حول انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات ومدى نجاعة الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة وفي الملف الدولي للحلقة نطرح للنقاش تداعيات استقالة المحقق الخاص روبرت مولر الذي قاد طيلة السنتين الماضيتين تحقيقا قضائيا بشأن احتمال تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الامريكية التي قادت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ترامب اعتبر الملف مقفلا باستقالة مولر ويستعد لإعلان ترشحه لولاية الرئاسية ثانية في الثامن عشر من يونيو ألجيري فيما يوحد الديمقراطيون الصفوف من أجل بحث إمكانية البدء في إجراءات عزل ساكن البيت الأبيض فمرحبا بكم في هذا النقاش الذي وجهت فيه الدعوة كالعادة لطلح جبريل الصحفي والكاذب مرحبا بك أستاذ طلح جبريل كما وجهت الدعوة في هذه الحلقة لي عبد الحميد الجمهري مدير صحيفة الاتحاد الاشتراكي مرحبا بك أستاذ عبد الحميد الجمهري أبدأ معك سيج مهري عند دلالة الرقم 441 ألف وخمسة وستين مترشحة ومترشحة لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا هل هذا مؤشر إيجابي في نظرك؟ أولا بالنظر إلى هندسة البلاغ التي أصدرته الوزارة الوسيح والقطاع والذي عممته في الساعات الأخيرة يتضح أن عتبة البلاغ وعتبة القراءة في البلاغ هي الأرقام والرقم الأساسي الذي قلتم يسجل زيادة 0.3 من مقارنة بالسنة الماضية كميا يمكنه اعتبار الأمر أنه مسألة إيجابية وأنه هذا الرقم من مقارنة بالسنة الماضية رقم متقدم لكن نضرح السؤال هل كنا ننتظر أن يكون العدد أقل؟ لا أعتقد لا أولا لا بالنسبة لانتساع قاعدة المتمدرسين ولا أيضا بالنسبة للطلب التلاميذ الذين يصنون إلى سن البكالوريا ولكن هذا الرقم بحد ذاته قد يكون ضمن كتلة رقمية تبدو باردة فهذا الرقم لا يكشف بالضرورة عن درجات الغلايا التي تعرفه البكالوريا والنقاش حول البكالوريا أيضا لا يحمل في الطياته كل تضاريش التي تعرفها البكالوريا في المغرب سواء ما تستأتر به من نقاش خاص فرضي حول مستقبل التلاميذ أو فيما يتعلق بالنقاش العام حول المدرسة الوطنية أو حول جدوى التعليم وربطه بالتنمية إلى آخر ثانيا في الهندسة دائما البلاء الذي يأتي مباشرة بعد هذا الرقم وحينما ننتهي من الأرقام وننتهي من المستجدات وهي جوج أو ثلاثات المستجدات سواء بكالوريا المهنية أو تكيف بالنسبة لبكالوريا المرشحين دوي الإعاقات النقطة الأساسية والمركزية أو بؤرة البلاغ هي مصداقية البكالوريا وهي تذكر على الأقل مرتين تذكر ونحن نتحدث عن الغش وحول الظروف التي تمر بها البكالوريا والترسانة القوية البشرية والمادية والقانونية التي وضعت لهذه الانتخابات هو هذه الترسانة المسعبة وبالتالي أن المطروح اليوم ربما نقاش حول فهم البكالوريا أكثر ما النقاش حول أرقامه لاحظ معها أنه لا يمكن أن نتحدث اليوم عن البكالوريا يعني كاستحقاق علمي وتربوي أو كاستحقاق مصاري واجتماعي أو كاقيمة رمزية عائلية ومجتمعية إذا لم نحل معضلة هي معضلة موازية هي معضلة الغش موازية ليست نامشية سنعود هذه النقطة ولكن أنه نقاش قوي لكن أيضا نحن اليوم ننتجه نحو البكالوريا وأمامنا على الأقل ثلاث طوابق من نقاش الوطني كبير أولا حول المدرسة بشكل عام أمان القانون الإطار حول التربية وتكوين وحول لغات والبكالوريا معنية في الصميم وأمامنا أيضا نقاش الوطني كبير حول الكفاءات والمهال والبكالوريا في الصميم لهذه النقاط بالتفصيل أشرك معي الأستاذ طلح جبريل لماذا نتحدث دائما عن ضعف المستوى عندما نتكلم عن البكالوريا لسبب منطقي وواضح ما هي المناهج التي يتلقاها هذا التلميذ إذن هناك أزمة كيف بطبيعة الحال بطبيعة الحال أولا السؤال المطروح كيف تقرر الوزارة التربية هذه المناهج سيقال سيكون الجواب عن طريق لجان متخصصة ولكن أنا أعتقد كما يحدث في الغرب وفي كل الدول المتقدمة لابد من طرح نقاش حول المناهج نقاش يشارك فيه كل الذين لهم اهتمام أو اختصاص فبالتالي هناك فعلا إشكالية عندما يصل هذا التلميذ إلى البكالوريا ويأتي إلى مستوى التعليم العالي سيلاحظ تماما بأنه جاء إلى التعليم العالي فقط لأنه نجح في أن يعيد ما لقنا له بطريقة معقولة ومنهجية وبالتالي نال هذه الشهادة طيب سنعود لمواصلة النقاش بعد متابعة هذا التقرير حول الموضوع الذي عده زميله سامعة كريوي حسب بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي فإن عدد المترشحين لجياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 19 و2000 بلغ أزيد من 441 ألف مترشح بزيادة بلغت 0.3% مقارنة مع السنة الماضية عدد المتمدرسين منهم بلغ 332 298 مترشحا في حين بلغ عدد المترشحين الأحرار 108 767 مترشحا بما يمثل 25% من مجموع المترشحين وتمثل نسبة ترشح الإناث 48% من مجموع المترشحين وبخصوص الترشيحات حسب أقطاب الشعب فقد بلغ عدد المترشحين في قطب الشعب العلمية والتقنية 244 776 مترشحا مقابل 187 383 مترشحا بالمسارك الأدبية والأصيلة أما عدد المترشحين في البكالوريا المهنية فقد تضاعف خلال هذه الدورة بقرابة أربعة أضعاف مقارنة مع دورة 18 و2000 ليصل إلى 8178 مترشحا ومن أهم مستجدات هذه الدورة اجتياز أول فوج للمترشحين الأحرار للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المهنية والذي بلغ عددهم 729 مترشحا وسجل بلاغ الوزارة الوصية أن عدد المترشحين في وضعية إعاقة تجاوز أربعمائة مترشح بنسبة فقط 65% مقارنة مع دورة 18 و2000 طيب أستاذ عبد الحميد الجمهري لاحظنا من خلال الأرقام التي نشرتها وزارة التربية الوطنية أن هناك تضاعف بأربع مرات لذين سيجتازون امتحان البكالوريا المهنية مين دلالة ذلك؟ هل هو وعي بضرورة أن يكون التكوين الأكاديمي والمدرسي مواكب لحاجة سوق الشغل؟ من المؤكد هناك جزء ما قلت زميدي نبيل حول أولا يجب أن نقرر بأن هناك عمل إرادي في هذه العملية فضمن الخطة التي وضعت هناك إرادة معلنة في تشجيع أشكال عديدة من البكالوريا ومنها البكالوريا المهنية أيضا هي جات كأنها محطة ما بين التكوين المهني والبكالوريا التمدرس العادي أو التعليم بشكل تقليدي والكلاسيكي إلى آخره وأيضا أن هناك محاولة بالفعل التجاوب مع دعوات كثيرة وأيضا محاولة تجريب هذه البكالوريا بما يخدمه الأهداف العامة المرادة من التكوين لكن دعني أضع معك كيف ما كانت لهم سواء كان المصال البكالوريا التقليدي أو كانت البكالوريات المهنية نحن نتجه نحو نفس الأزمة تقريبا وهو أنه في خضم هذا التكوين نحن نشكل أيضا جيشا للعاطلين وحتى التكوين التنوعات التكوين في المدرسة الوطنية والبحث على مصارات جديدة أهد العملية كانت باستمرار وأنت تذكر أنه جميع المناهج وجميع البرامج وجميع أيضا استراتيجيات التعليمية كانت تجدد في أشكال المسالك التربوية إلى آخره لكن كنا نجد أنفسنا باستمرار أمام سواء ذلك كيف لسوق الشغل أن يستوعب هذه الأعداد الغفيرة من الذين يحصلون على الشهادات لكن الأمر أعتقد أنه يجب أن يخرج من التجريبية ليدخل في منطقين مفكر فيه جيد وأيضا متكامل اليوم عندنا مجموعة من استراتيجيات هناك استراتيجيات الاستعجالية التي انتهت إليه بدون تقليب السكين في الجرح هو الذي بدأ كتموح تربوي لكنه سرعان ما أصبح مشكلة محاسبة عند درسج الطائلة أن سيتحول إلى محكمة جناعة إلى آخره هذه المستثلة لا نريدها أن يكون أيضا للمحاولات الأخرى ما قصده بعدم السقوط في التجريبية هو يجب أن نكون وعند ماذا نريد أن نفعل بهذه المدرسة وماذا نريد أن نفعل بهذه البكالوريا منذ قليل تكلمنا على نصف مليون طالب هذا نصف مليون طالب بالمؤكد أن لهم الحق كلهم للدخول والولوج إلى الجامعات هل يجب أن نعيد التفكير في الولوج إلى الجامعات هذا مسألة متروحة طبيعة البكالوريا اليوم هل يجب أن ننتجها بالضرورة إلى هذا الشكل الوطني العام ألم يحيني الوقت أيضا أن نفكر في بكالوريا جهوية كما هو حال مجموعة من تجارب وأعتقد تجربها لألمانيا وأيضا جزء من التجربة الصينية في تحويل مسارات الطلباء بالنسبة الذين لا يلجحون في الوجوج إلى عتبة المعدل الأساسي الذي يسمح لهم بالوصول إلى الجامعات التي تصنف أنها جامعة وطنية مؤخرا كنا في خوبي في الصين فطرح عليه السؤال من طرف نائب المدير فقال لش حال عندكم من طالب في الجامعة قلت له أنها ثلاثة الجامعات في الجهة جهة الدار البيضاء السطات فيها جامعات الدار البيضاء فيها جامعات سطرح كالي جديدة ثم جامعات السطات قال لش حال قلت له 250 ألف على عدد السكان قلت له حوالي 7 مليون هذا حي في الصين طبعا حي في الصين ولكن بالنسبة لهم الجامعة الأساسية والتي هي ثالث قوة يعني علمية أولا خوبي هي ثالث قوة علمية في الصين لا يتجاوز عدد طرار بها 50 ألف على 70 مليون رسمة اللي في الجهة لكن قلت له ما هو السر قال لأنه هناك باكالوريا وطنية بمستوى عالي حيث أنه كي يكون اجتيازها سيرات مستقيم حقيقي والباقية يتم تحويلها إما إلى هذه المسارات المهنية أو إلى جامعات جهوية مستوى عالي ورفيع لكنها تتجاوب مع هذا هل هذا يعني بأننا حاربنا التصرب المدرسي بإضعاف المستوى؟ من المؤكد وفتح الأبواب للنجاح بسهولة؟ هذا من جهة مؤكد مؤكد هو أنه إحنا وحد القتال للهضر المدرسي وضعنا له واحد المقابل هو رقمي هو توسيع يعني عدد الناجحين وعدم يعني بايتر لوغاردون يعني عدم تدقيق بالأساس في المسار إلى آخره وأصبح الباكالوريا تعني بالأساس المعدل ديال الناجح واليوم كان معدل للدخول في مسارات الجامعية يعني متخصصة وضامنة للمستقبل هذا سنو صادف ومشكلته بالأساس حينما سنحاول في مغرب القرن الواحد والعشرين هل نحن ما زلنا في حاجة لتلميذ يقوم بحفظ وستدهار ما يحفظه بالمعلومات في عصر جوجل والشبكات الاجتماعية وعصر وفرة المعلومات صادف على ورقة الامتحان لكي يحصل على شهادة مثل شهادة الباكالوريا الجواب لا المطلوب هو الحل المطلوب هو فعلا تغيير هذا النموذج أو هذه الطريقة الحل هناك تجربتان أو إذا شئت التدقيق هم ثلاث تجارب في العالم يعني يجب فعلا دراسة هذه التجارب عندنا التجربة السكندنافية خاصة نوريج السويد الدنمارك كيند توجد التجربة الكندية ثم التجربة اليابانية هذه التجارب على سبيل المثال لنأخذ التجربة الإسكندنافية ما هو الإسكندنافيين ماذا يفعلون هناك ثلاث مستويات مستوى أن هناك كما تفضل سعد الحميد هناك باكالوريا وباكالوريا هناك باكالوريا والطالب يزيد سنة أخرى إضافية من أجل التكوين قبل أن يذهب إلى التعليم العالي هذا خاصة في السويد وهناك باكالوريا للمتفوقين إذا شئت فأدخل تنافس في هذه الباكالوريا ومن بين الأشياء الملفتة أن الطالب أو التلميذ من هؤلاء المتفوقين عندما يبدأ دراسته السنوية يتقاضى تعويضا حوالي 500 دولار في الشهر يعني حوالي 4000 أكثر درهم في الشهر من الدولة حتى لا يكون لديه أي انشقالات أخرى وبالتالي يصبح هذه النخبة المطلوبة في التجربة اليابانية هناك شيء آخر عندهم نظام ما يسمى بامتحان بالكتاب المفتوح يعني افتح الكتاب حتى إذا أردت أن تلجأ إلى الدروس وما إلى ذلك يمكن أن تفعل هذا الأمر وتطرح لك لنسبة الاستيعاب والزكاة بصراحة ليست لدي تدقيق في هذا الأمر كيف تضع الأسئلة ولكن هذا النموذج موجود يعني المشكلة ليست في المعلومة في توظيف هذه المعلومة وصيغاتها طبيعة الحال عندما نشوف على سبيل المثال حسب التجربة الكندية صراحة تهتم بتطوير ليس فقط المعارف ولكن إدراك المعارف هذا ما لمسته عند زيارة لجامعتين هناك فهنا يعني ما الذي يمنع أن الاطلاع على هذه النمازج ليست هي في المريخ أو في القمر هي موجودة على الأرض ما الذي يمنع في أيام دراسية مشتركة مع الدول التي حققت نجاحا كبيرا فيما يتعلق بطبيعة الامتحانات والتخلص من بضاعتنا ردت إليها طيب هناك نقاش يجب أن نفتحه في الحقيقة يحز في النفس أنه منطره علينا النقش وسلم القيام سيستام يمكن أن تجيب أحسن الوصفات وتجيب أحسن أهداف وتبشيري وكذا إلى آخر لكن لما تلقى بأن هناك نزوع يكاد يكون عاما للأسف للرفع من قيمة الغش واعتبار الغش حق هنا معضلة لا تجيب كما قال زمن تلح سكوندينافيا ولا توت ولا دانمارك وكل اللي بغير تجيب لأن المهيار الأساسي هذا شيء ما يمكننا نحدثه فيه ويكون نقاش فيه سليب وممكن لا يمكن أن نقاش هذه المناهج نقاشا جديا إذا لم نحل معضلة الأخلاق المحيطة والقيم المحيطة من المسؤول عن هذه الأخلاق المتدرسة؟ اليوم يجب أن ننظر إلى المنظومة التعليمية المنظومة التربوية بعمومة فيها المدرسة وفيها الأسرة وفيها المحيط بطبيعة الحال الأسرة إذا كانت تمجد وتساعد على الغش وعلى الكسب السريع سواء كانت في المدرسة أو كانت في السياسة أو كانت في الانتخابات أو كذا فهي تقيم سلم لا بد أن تنهارها معها المدرسة أيضا إذا كانت المدرسة سترى بأنه التساهل مع قيمة المعريفة وقيمة الحصول عليها وحتى تمجيد الغش واعتبر هذا الشطارة وأن هذا دكاء وأن هذا مقلع منتج هذا الشيء أيضا سيؤدي إلى الكاريتة وبالتالي أعتقد أنه سيكون هناك من الجدوة أو من النجاعة أن نناقش الأمور في مثاليتها الموضوع يجب أن يطرحها بعمق اجتماعي أساسي كما كانت البكالوريا لحظة رمزية فرح مجتمعي كانت أيضا عتبة للنج للنج المهني صحيح للنج التربوي صحيح ولكن أيضا للنج الأخلاقي والمؤسساتي البكالوريا تعنيه فيما تعنيه أنك ناضج لكي تمارس حريتك ناضج لكي تمارس التعليم ناضج لكي تصبح أبا ناضج لكي تصبح ربا أسراء إلى أقريك ومسؤولا على مؤسسات إنتاجية لكن هذا المعيار للنج العام والنج القيمي والنج السياسي والنج المجتمعي أصيب فيه مقتل له يمكن أيضا أن نتحدث يعني وصورة الأستاذ وصورة المعلم يعني بخسر مع ما نرى من ألف هناك مجهود أقيمة أحيانا مشكلة إرادي وهذا مش يسير واحد السنوات وعقود كان المقصود بالفعل هو تبخيص مؤسسة رجل التعليم ونموذجه والتنكيط عليه وأيضا اعتباره عالى على المجتمع أنت تتذكر كل إضراب كانوا يعتبروا أنه ينتزع من الأباء وينتعزع من الميزانية العامة بدون يوجيق أيضا هناك كانوا اعتبار لا يمكنه إلا بعودة السلطة هناك من يعتقد بأنه يمكنه إصلاح التعليم بدون الرجوع إلى السلطة المعرفية السلطة جديرة بل أنها صنو للحقيقة فيما يتعلق بالحقائق التعليم لا بد أن تعود للمدرسة السلطتها ولرجل التعليم كيف يمكنه اليوم أن نتحدث على الأوضاع اليوم ما يمكنه شيئا أن أدره على البكالوريو ما أدرهش على التعاقد على كيف أنه تحل في التعليم معضلات خاصة تشغيل هذا واحد الوضع الاقتصادي واجتماعي ونحن نستأنس به ونسيره أحيانا نتجمل به بأننا حلنا معضلة بسمية التشغيل في التعاقد ويمكننا عنه في اليوم حقنا جميعا ديال الاشتغال وحقنا جميعا أن يكون لدينا منصب شغل لكن لا يمكن أن تحل معضلة اجتماعية التي يمكن كما قلنا داتا برنامج أننا يمكن نحلها بالرفع مستوى النمو في القطاع الذي هو السراتيجي اللي هو التعليم اليوم تروح حتى يلت حل معضلة سغل وتم بالفعل حل هذه المعضلة ماذا سيلقنه الطلبة الذين سيكونوا أمام هذه الوضعية لأن التعليم هي المهنة التي تعطيك جميع المهن ويخرج منها الطبيب والمهندس وبطبيعة الحال إذا تضررت تتضرر كل مهن بطبيعة الحال الغش صار منظومة قائمة الدات إلى درجة أننا نقرأ في الصحف ونسمع في وسائل الإعلام بأن هناك اعتقالات لمافيات يعني تقوم بالترويج لوسائل تكنولوجية متطورة تساعد على الغش هل صارت فئات من المجتمع تساعد على انتشار هذه الظاهرة ولم يعد للمدرسة أي قيمة وليكتساب المعارف بطريقة نزيهة وذات مصداقية أي قيمة أيضا تطور وسائل التواصل له كما له جوانب إيجابية له أيضا جوانب سلبية يعني عندما مثلا على سبيل المثال عندما الإحصاعات تقول بأنه المغربي يستعمل الهواتف الذكية في حدود خمس ساعات في اليوم وهي لا تؤدي إلى المعرفة knowledge ولا تؤدي إلى الوعي نفس هذه الوسائل للأسف الآن هي عقدت منظومة الغش إذا سميناها منظومة لماذا؟ لأنه بقدر ما تكون المراقبة باستعمال أدوات تكنولوجية وأدوات كشف وما ذلك كما شاهدناها في التقرير بقدر ما تتطور هذه المسائل بعض الناس يقولون بأن المسألة لا علاقة بالمنظومة الأخلاقية أنا أقول صحيح هي لها علاقة بالمنظومة الأخلاقية لأنه إذا كان شخص عنده لديه قيم ومبادئ لا يمكن أن يكون يغش من يصنع القيم والمبادئ؟ إذا كانت المدرسة اليوم لا تصنع والأسرة لا تصنع أنا أعتقد بأن هذا السؤال هو سؤال جوهري تماما يعني الصانع للقيم على سبيل المثال إذا كانت المدرسة لا تشجع القراءة كيف يؤقل بأنه طالب ينتهي حتى يصل إلى الباكالورية ويصل إلى التعليم العالي وأتكلم عن تجربة شخصية وتسأله ما هي الكتب التي قرأت تجد بأنه لم يقرأ شيء سواء الكتب التي مقررة بالنسبة لي كتاب المدرسة نعم طيب المعرفة هي التي تصنع القيم وليس القيم هي التي تصنع المعرفة معرفة تصنع القيم يعني عندما تعرف بأن الغش ليست مثالة حلال أم حرام ولكن هو على الأقل يضر بمجتمع بكامل يضر بالمنظومة الاجتماعية يضر بالمنظومة المعرفية هنا نستطيع أن نقول بأن الغش هو فعلا نتاج للمنظومة التربوية سنناقش بعد قليل غش آخر يتعلق بالغش في الانتخابات الرئاسية والتحقيقات التي قادها مولر طيلة سنتين لكن بعد هذا الفاصل أرحب بكم مجددا مشاهدنا الكرام فدى المحور الثاني من هذه الحلقة من برنامج إضاءات والذي نطرح فيه للنقاش تداعيات استقالة المعقق القاس روبرت مولر الذي قاد طيلة السنتين الماضيتين تحقيقا قضائيا بشأن احتمال تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي قادت دونالد ترامب إلى البيت الأمريض ترامب اعتبر الملف مقفلا باستقالة مولر ويستعد لإعلان ترشحه لولاية الرئاسية الثانية في الثامن عشر من يونيو الجاري فيما يوحد الديمقراطيون الصفوف من أجل بحث إمكانية البدء في إجراءات عزل ساكن البيت الأبيض دونالد ترامب وأذكر بأنني وجهت الدعوة في هذه الحلقة لطل حجبريل الصحافي والكاتب أجدد ترحيب بك أستاذ طل حجبريل كما وجهت الدعوة لعبد الحميد جمهري وهو مدير صحيفة التحاد الشراكي أجدد أيضا ترحيب بك أستاذ أبي الحميد جمهري إذن نحن أمام استقالة روبرت مولر المحقق القضائي الخاص الذي أقام الدنيا وأقعدها أو لم يقعدها في السابق بتحقيقه القضائي الذي اعتبر بأنه حبل المشنقة الذي كان يلتف حول عنق ترامب في نظرك هل انتصر ترامب باستقالة مولر وهل أقفل الملف أم أنه ما زال مفتوحا وهو يغلق ملف التحقيقات فتح ملفا آخر مولر أعتقد أن الفرح أو الحبور الذي أبداه ترامب سابق لأوانه لأنه اليوم ستبدأ المسترة فكما قال هو محقق مولر قال أننا لم نتبت بالفعل ما يدل بالدليل المادي القاطع أنه كانت هناك تواطئات واضحة ومادية ما بين الروس وجزء من المخابرات الروسية وما بين الذين قاموا الحملة مع الرئيس ترامب لكنه في المقابل قال لم نجد أي أندى ما يبرئه تبرئة تماما النقطة الثانية هو أيضا قال بأنه ليس من مصلحتي أو من صلاحياتي أن أفتح أي مصال آخر القضاء انتهى تحقيق انتهى لكن الذي يجب أن يبدأه هو المصار الدستوري أي حالة الملف على الكونغرس وهو يعتبر بأن تحقيقه كان وتماشى مع القوانين المنظمة لمثل هذه الملفات في وزارة العدل وأنه استنفذ المستراء القضائية في التحقيق لكنه أكد بالملموس أن بقية المصار وبقية أو الفصل الثاني والثالث من الملف ومطروح على السياسيين اليوم نجده بالفعل الطرف الثاني المسؤول والمعني بالملف وهم الديمقراطيون على اعتبار أن العملية كانت لفائدة ترامب ضدا على هيلاري كلانتر وعلى الديمقراطيين والديمقراطيون لحد الساعة يعتبرون بأنه ينظرون بنوع من الحضر فبيلوسي الزعيمة الديمقراطية التي وقفت في وجه ترامب لم تتحدث عن إطلاق أو انطلاق عملية الامبشمنت وإطاحة بالرئيس لكنها دفعت بأنه الأمر يجب أن يذهب إلى تحقيقات أعمق وقالت لو أنه لم يكن رئيسا التي تم تقييده بالأغلال أيضا رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف الذي اعتبر بأنه يجب القيام بجميع التحقيقات وأن كان هناك كذب واعتبر أن ترامب قام بالكذب على الأمريكيين وأن تتعرف أنه مسألة الكذب مسألة أساسية محرمة في الولايات المتحدة نذكر بيل كلينتون مع مونيكا ليوينسكي ولكن أيضا وترغيت ومع ريشارد نيكسون والتي أتمت الإطاحة اليوم هناك حديث على روسيا بمعنى أن هناك فضيحة روسيا والأمر لا أعتقد أنه انتهى وإن كان أن التحقيق استنفذت قريبا ولاية ترامب بكاملها لكن المصار الذي فتحت هذا العام لا أعتقد أنه انتهى بل سيكون له ما بعده من ناحية سياسية والسيطة ما الذي يمكن أن يفعله الديمقراطيون بعد استقالة روبرت مولر وانتقال من ملف قضائي إلى ملف سياسي وكان دائما ملف قضائي بأبعاد سياسية منذ البداية أنا أعتقد بأن هذا هذه الاستقالة لن تؤثر في توجه الديمقراطيين هما كما قال السعد الحميد يريدون أن يصلوا إلى مسألة نقاش عزل الرئيس باشمين هذا يحتاج إلى أغلبيتين في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب الديمقراطيون يراهنون أن مجلس الشيوخ الذي لا يحظو فيه بالأغلبية هناك نواب أو أعضاء متمردين أو غاضبين من ترامب ومن حزب الجمهوري من ترامب وهم أعضاء داخل الحزب الجمهوري هؤلاء الذي يمكن أن يرجحوا الكفة لأنه هذه المحاسبة تبقى للدستور الأمريكي تبدأ من مجلس النواب ثم تنتقل إلى مجلس الشيوخ إذا أقرها تسيرها العادي آنذاك عادة يخير الرئيس إما أن يحاكم كما حدث ليرتشارد نيكسون أو يستقيل ويعطى له الحصانة من خلفه هل ستسهب الأمور هذا الاتجاه أنا أعتقد بكل موضوعية الأغلبية صعبة جدا في مجلس الشيوخ أنها يحصلون على هذا الأمر ولكن المؤكد المؤكد تماما أن الديمقراطيين عينهم الآن على الانتخابات والتجديد إلى لدونالد ترامب وبالتالي هم يريدون أن يضمن تماما أنه من سيقدمونه ومن سيرشحونه الآن هناك تغهنات هناك أزماء سنعود لذلك بتفصيل ولكن يريدون بالتأكيد أنه يقطع الطريق على دونالد ترامب لتجديد الولاية الثانية سنعود لذلك بتفصيل بعد متابعة هذا التقرير الذي عده استقالة المحاقق الأمريكي الخاص روبرت مولر تطوي صفحة ملف الصلاة الروسية بحملة ترامب لا وجود لأدلة كافية تفيد بضلوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكن هناك محاولات للتدخل في الانتخابات الأمريكية اتهام الرئيس الأمريكي بجريمة عرقلة العدالة لم تكن خياراً ممكناً نقاط من بين أخرى قدمها المحاقق الأمريكي الخاص روبرت مولر خلال مؤتمر صحفي لإعلان استقالته من منصبه وعن نهاية التحقيق نقاط تنزع سهام الاتهام التي لا طالما وجهت لدونالد ترامب دونالد ترامب الذي ندد مراراً بتحقيق مولر ووصفها بحملة اضطهاد يقودها الحزب الديمقراطي غرد ترامب على تويتر معتبراً أن القضية أغلقت وأن الأوانى حان لطيها في وقت سابق نشرت نسخة من نتائج التحقيق فيما حجبت أجزاء منه وخلص التقرير إلى أن روسيا قد تدخلت مراراً في انتخابات 16-2000 وأن حملة ترامب تواصلت عدة مرات مع مسؤولين روس لكنها لم تتآمر مع موسكو للظفر بزعامة البيت الأبيض تقرير المحقق الخاص الذي عينه مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر والذي طال انتظاره بعد 22 شهراً من التحقيقات خلق الجدل أثناء إعداده وبعد إعلانه طيب ترامب يستعد لإعلان ترشحه رسمياً لولاية النثانية كرئيس لولاية المتحدة الأمريكية انتراقاً من ولاية فلوريدا المعروفة تقليدياً بأنها ساحة للصراع ما بين الجمهوريين وما بين الديمقراطيين في نظرك وفي ظل هذه المعطيات الموجودة اليوم في المشهد السياسي الأمريكي ما هي إمكانيات أن يعيد ترامب تجديد ولايته طيب نتأمل المشهد أولاً كانت هناك واحد القصاصة أعتقد في 30 ماي اعترف ديال لايف بي وكالة الأنباء الفرنسية والتي أوردت بأن كرد فعل أولي أن ترامب اعترف بأنه بالفعل ساعدته روسيا لكنه سرعاً ما تراجع وتم التقاطها وتم تعميم هذا الاعتراف على أساس أنه كان هناك تاكتيكياً يريد أن يقول أنه كان يعني نوع من 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 لكنه ليس بالشكل الذي يريد الاف بي اي أن يقدمه على أي حل هذا أردت أن أقول هذه الفكرة على أساس أنه ترامب هو من نوع الذين يتصرفون بنرجسياتين كبرى وأحياناً حتى بقفز على الواقع مهما كانت الطروف وعناصر نجاحه هو يجدها ربما خارج الحقيقة لهذا نجد أن الديمقراطيين أولاً ينحون واحد المنحادي نريد أن تكون الحقيقة بدل العز جزء منهم يريد أن يجعل من الحقيقة هو يعني حصان المعركة وحصان طروادة في الحرب على ترامب باعتبار أن هذا الوازع الأخلاقي وهذا الوازع هو الذي سيشتغل لفائدتهم ضد ترامب لكنه هو نتاج مجتمع ما بعد الحقيقة بوست فيريدي هو يدرك جيداً أن الذي أوصل إلى ذلك هو جزء من تكييف الرأي العام حتى لا نقول الزوير المباشر ثانياً نحن أمام معضل ربما ويرو أسبوع نحن أمام تزوير الانتخاب عابر للقارات هناك قرصنة لانتخاب بلد من طرف بلد الذي تم هو أنه حينما نمحس عناصر الاتهام لموجهة إلى ترامب هناك قرصنة حواسيب أزيد 125 مليون أمريكي والكتلة الأساسية والأكثر نشاطاً في الفيسبوك وهذه تم تغذيتها بمعطيات وأرقام وأخبار زائفة عن كلينتون وخلق واحد استيجان أخلاقي ونفسي من كلينتون أيضاً تم تعميم مجموعة من الأخبار الخاطئة والمغلوطة عن المسلمين وعن المهاجرين وبالتالي اللعب بالخوف والمتجرة بالخوف إلى آخرين في الثاني الأسلوب الذي تم استعماله في هذه الحرب هو تكيف القنوات التواصل الاجتماعي بواحد شكل كبير وفي هذه العملية نحن أمام واحد العملية غير مسبوقة في تاريخ البشرية يعني أنه من بلد خارج بلدك هناك من يوجه انتخابات ويوجه الرأي العام ما الذي يضمن أن ترامب لا يعود إلى نفس العملية مجدداً عنصر آخر ربما يشتغل ضده وهذا هو تكرس الـ FBI الذي يتهى معادة من طرف الأمريكيين باعتبار أنه أداة المراقبة والضغط على المواطنين وأكثر من هذا يعني أنه العمل لجانب الرئاسة اليوم يتكرس كمناهد لطرف النونتي ترامب أولاً بإقالة الرئيسي السابق كومي جيمس كومي والذي كان أطلق هذا المسلسل ثانياً بمحاولة الضغط على فولر ومحاولة أيضاً تمخيز كل المؤسسات الأمنية التابعة إليه وبالتالي أعتقد هذه المؤسسة يمكن أن يكون لها تأثير لكن عموماً يجب أن نقرأ شبكة كل مواقع القوة التي اعتمد عليها ترامب لكي نقول إلى أي حد يمكنه أن يخسر انتخاب منذ أن بدأ ولايته كان هناك نقاش كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحتى خارج الولايات المتحدة الأمريكية متعلق بأن هذا الصراع هو ما بين ترامب الذي نجح بالصدفة في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وما بين الستابليشمنت أو الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يقال في الكتب وهي عديدة والتي تمنشر في أمريكا وخارجها يقال بأن هي من يختار الرئيس وهي من يصنع الرئيس وأن ترامب ربما كان استثناء هل ربما هذه الدولة العميقة لم تعطي ترامب تقديره الحق ولم تعطيه تلك القوة التي يتمتع بها في الواقع أعتقد أنه يعني من مشهة نظري أن الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تصنع الرئيس ولكن تساعده على الفوز على الفوز أولا وتساعده على أداء مهمتي وهذا هو الأهم لكن صناعة في حد ذاته لها وضع آخر بالنسبة لترامب جاء أنا أعتقد بأن ترامب فاز بسبب ضعف هيلاري كيلينتون وليس العكس فاز لأنه قوي أو لأنه تمرد أو نموزج للتمرد على الدولة العميقة في أمريكا هيلاري كيلينتون مشكلتها أنها حتى عندما كانت وزيرة الخارجية مع باراك أوباما كانت مترددة إضافة إلى ذلك مسألة الكذب أشار إلى هذه المسألة في أمريكا مسألة صعبة جدا يعني عندما كذبت كذبة كبيرة جدا أثناء منافستها لباراك أوباما في شأن زيارتها لكوسوفو والبوسنة وما إلى ذلك ظلت هذه الكذبة بصراحة تطاردها باستمرار عندما قالت نزلت وكانت يقصف على السجادة الحمراء يعني نجوت من الموت هذه مشكلة أساسية لو كان الدموقراطيين صراحة لديهم يعني كاريزما كما هم الدموقراطيين الذين كانوا قبل على غرار أوباما أو بيل كيلينتون أو إلى ذلك أنا لا أعتقد بأن ترامب كان على الأقل لن يفوز بهذه السهولة يعني يعني أخطأ الحزب الديموقراطي عندما رشح هيلاري كلينتون من الرئاسيات أنا أعتقد بأنه كان خطأا كبيرا وليس فقط خطأ خطأ كبير والآن الديموقراطيين يحصدون تمن هذا الخطأ هم صحيح أغرتهم تماما فكرة أن يقدموا أول رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية كما أغرتهم تماما أن يصالحوا تاريخ الأمريكا مع نفسها عندما يقدم باراك أوباما الأسود للبيت الأبيض ولكن الواضح أنهم وقعوا في يعني إذا كانت حسابات أوباما كانت مضبوطة في أنهم يقدموا رئيسا أسود للبيت الأبيض فحساباتهم مع هيلاري كلينتون لم تكن هي الحسابات الدقيقة وبالتالي أدى ذلك إلى فوز ترامب طيب دور وسائل الإعلامة اليوم في هذه الحرب التي يقود الديموقراطيون ضد الرئيس دونالد ترامب اسمح لي أن أغير عطفا على ما قال أزميلي تلحا كانت إلاري كلونتون هي أول من توجهت لها يعني نيران لهجوم على استعمال يعني معطيات غير صحيحة في أوضحية يعني العملية القرصنة لأنه لما تمت قرصنة الحواسيب وأيضا الحسابات دي الواحد عديد من تم استخراج معطيات تضحى من خلالها أو تمت قراءتها وتقديمها على أساس أن هناك تأثير فيما يتعلق بالانتخابات الداخلية ما بين إلاري كلينتون ومنافسها نادلان وقتها والذي كان قد سرح بواحد خروج إعلامي جد قوي وتهمها بالفعل بأنها زورت وأنها أثرت على الناخبين وأن المناصرين وأصحاب حملتها استعملوا وسائل غير مشروعة في هذا الانتساء وهو الذي من بعد سيقع نفس الشيء بطبيعة الحال مع ترامب وسيكون هو أيضا موضع ما يسمى باللاجستيس بويتيك أو العدالة الشعرية والتي تقال استراحا على أساس أنه كل ستطارده الأشياء التي يقوم بها ووقع هو نفس أيضا لما تم الكشف على أنه كان استعمل وسائل الإعلام لفائدته بدون وجي حق اليوم بالنسبة للإعلام هناك مستوى المؤسسة أي التقليدية التي اعتدناها كبريات الصحف وكبريات منابر ومراكز صناعة الإعلام وتكيف الرأي العام وحتى تغذيته إلى آخره هذه كانت في الأصل ضد ترامب وأيضا كانت ضد جميع الشعبوين حتى في أوروبا ونحن نذكر الاستفتاءات التي تمت من خصوص البريكسيت في بريطانيا هذه المؤسسات اعتبرت الحرب ضدها جزءا من أدوات النجاح بالنسبة لترامب لكن الجزء الثاني الذي هو مهم ويهمنا هو كل ما له علاقة بوسائل التواصل الجديدة بأن أنه قابل الاختراق بأنه قادر الاستعمال أكثر من هذا أنه يمكن أن تكون بوابة لتدمير نظام سياسي ويجب أن نذكر أنه في البداية لما طلق التحقيق في هذه قضية ترامب كان الحديث على أساس أن روسيا قامت بمجهودات وأن جزء من مخابرات العسكرية الروسية تقوم وتحوم حول النظام السياسي من أجل تدميره ولم يكن المطلوب بالأساس في المرحلة الأولى هو نجاح ترامب هناك قدرة على أن تدمير نظام السياسي معين اليوم أصبح في الإمكان وبالذي الذي يدمر من وسطه ما يشاء من الرئيس بطبيعة الحال هل ما زال ترامب يحدى بالدعم من طرف الكتلة الناخبة الرجل الأبيض الذي يعيش في الأرياف أو في المدن والذي ينتمي إلى الطبقة المتوسطة الأمريكية علما أن هناك استطلاع للرأي يشير إلى أن نسبة الضيض من حملة شهادات الجمعية وهذا مهم أنهم يحملون شهادات الجمعية يؤيدون اليوم مساءلة ترامب ويصل هذا الرقم إلى حوالي 41% لنعود إلى الانتخابات حتى نستطيع أن نقدم جوابا منطقيا على هذا السؤال وهو سؤال فعلا مهم إذا عدنا الانتخابات سنجد بأنه وأشار سيد عبد الحميز إلى هذه المسألة بأنه تم قصف 50 مليون ناقب أمريكي عن طريق الشبكات الاجتماعية وتعبئة للتصويت إلى ترامب إما بالحديث عن أكاذيب هيلاري كيلينتون بين مزوجتين أو عن يعني تلميع صورة ترامب من الذي صوت ورجح الأغلبية هم البيض الذين لم يصلوا إلى مستوى البكالوريا خاصة في المدن والقرى والأرياف أو ما يسمى بالبراري الأمريكية هؤلاء ذهبوا لسببين السبب الأول كما يعني يقول المسأل أنه يريدون وظائف لتطبيق المسأل الأمريكي شايع IPIC عندما أدفع لحق الكلام لحق أن أقرر فوعدهم ترامب بأنه يضغط على الشركات المتعددة الجنسيات التي صدرت الأعمال إلى الخارج كما يقول هذا شيء وعدهم بأن يجلب ملايير الدولارات هذا شيء ثم المهاجرين الذين ينافسونهم باعتبارهم لاتينو هادو ليست لديهم أيضا مستوى تعليمي مرتفع سيحد من تدفقهم نحو الولايات المتحدة الأمريكية ويبني الجدار الشهير لم يستطع ترامب أن يبني الجدار لم يستطع أن يقنع شركات كبرى أمريكية أو بها رؤوس أموال أمريكية وموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود جلب صحيح بعض الدولارات ولكن هذه الدولارات هذا هو المسألة الأساسية ذهبت إلى ماكينة تصنيع الأسلحة يعني شركات تصنيع الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية والصفقات إذن أولئك الذين صوتوا أو الذين تعرضوا للقصف الإلكتروني 50 مليون ناقب لا أعتقد بأنهم الآن سيسأل نفسهم يعني يعني لا حصل أداء لهم بمعنى توظيفهم ولا أستطاع أن يقولوا أي شيء هل سيؤثر ذلك أم لا يؤثر هذا سيعتمد بالدرجة الأولى إلى من ما هو الحصان الرابح الذي سيقدمه الديمقراطيون في مواجهة ترامب للانتخابات التجديدية أو الانتخابات الفترة الثانية طيب من الأحصنة الرابحة التي يريد الديمقراطيون تقديمها للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة هناك ربما إسمان ساندرز وجو بايدن رغم أن استطلاعات الرأي تعطي لجو بايدن مرتبة متقدمة هل يمكن لهذين الشخصين أن يقوم بمواجهة ترامب علما أن ترامب خلفه ماكنة أيضا دعائية وتجربة اليوم في ممارسة السلطة بالبيت الأبيض دعني أولا نرجع العناصر التي كانت وراء ظهور هذه النزعة أو هذا التوجه العام وهو هذه الشعبوية البيضاء والتي تتاجر في الخوف من الآخر وأيضا تعتمد على نزعة شوفينية داخلية ومحاولة شيطانة جميع الأعداء في الخارج هذه العناصر أعتقد لازالت مستمرة بالنسبة للولايات المتحدة ويزيد من قوتها المحيط الدولي والمي الكبير على مستوى الدوائر التابعة القريبة من الولايات التي يكون بينها تراشح واحد نوع من تأثير ما بينها وبينها الرأي العام الأمريكي وأقصد بها بالخصوص الغرب الأوروبي وكيف ظهرت بأن هذه النزعة الشوفينية وهذه النزعة في الانتخابات الأخيرة أنها زاد توسعا وزاد اكتساحا وبالتالي حضور أقوى للأطروحة ترامب ولمروجها وعرابها ستيف بانون والتي تبين وكأن ترامب كان مقدمة إيجابية وبأنه يواصل رسالة الولايات المتحدة في العالم وأن هذا ما يريد أن يروج له حتى ولو كان تأثيرات الخارج في العادة تعتبر أنها نسبيا ضعيفة على الرأي العام الأمريكي بفعل قوقعاته لكن صناعة النموذج كما تبين وتسويق النموذج كما تبين في المراحل الأساسية سواء بعد الحرب أو من بعد نهيار جدار برلين كان لها تأثير قويل على كيف المناخ والمزاج الرأي العام المسوّط الديمقراطيون كيف سيتعاملون مع الجانب هم في الأعام يحسبون أو يعدون ضمن المنظومة التي يحاربها هذه التوجهوية ضمن المنظومة عالمية التي توجد في لحظة ضعف سواء بالنسبة للشراكين الديمقراطيين في أوروبا اللي باقي فيهم فقط الإبيريين بورتغال والإسبان وهم ضمن هذه المنظومة التي قد تخصون العنصر الثالث والأخير نختم هو كيف سيدبر الديمقراطيون مرحلة ما بعد التقرير هل سينجحون بالفعل على تقديم ترامب كما يريدونه أنه رجل كاذب وإلى آخره والمس والضرب على وطر الكاذب أم أنه سينجحه في تجاوزها كل مترابط سأطرح عليك سؤالا كبيرا وأريد عنه إجابة قصيرة هو سؤال يؤرق العالم بأسره ماذا لو نجح ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة كيف سيكون شكل أمريكا وشكل العالم ستكون مصيبة ولا يمكن أن ينجح ترامب باختصار شديد إلا إذا أشعى الحرب لأن الأمريكيين الناخب الأمريكي يتعاطف مع أي رئيس يأخذ حربا نقطة وليتذكر العالم هذه الجملة والحرب ربما بعيدة هل أن تقع في سنة ونصف المقبلة الله أعلم ربما طلح جبريل الصحفي والكاتب أشكرك على المشاركة في هذه الحلقة وأشكرك سيد عبد الحميد جمهري مدير صحيفة التحاد الشراكي المساهمة في هذا النقاش وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعة هذه الحلقة من برنامج إضاءات وأضرب لكم موعدا للأسبوع المقبل بحول الله اشتركوا في القناة